للعام الثاني على التوالي ينتصر طلاب القوات اللبنانية وقوى 14 أذار في أم معارك الانتخابات الطالبية كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف إفلان أكبر الكليات وأهمها بعد مواجهة حامية مع قوى 8 أذار هنا البلوكين الأكبر بالفاكوليتة بالجستيون هو من مائلة القوات اللبنانية ومن ثاني مائلة بلوك حزب الله لهيك أنت تتربح بدك تقريبا تجيب بحدود 72% من الصوت المسيحة كرمال تفوز بالانتخابات غير هيك ما بنجاب الانتخابات إلا أن المفاجأة الحقيقية بحسب طلاب 14 أذار تحققت في ثاني أكبر الكليات كلية الهندسة أزيب التي شكلت معقلا للتيار الوطني الحر في الجامعة اليسوعية على مدى سنوات فجاء انتصار قوى 14 أذار 96 لينتزع من الطيار أحد قلاعه الطلابية القوات اللبنانية أنه هن حابين يوصلوا لإلغاء الطيار الوطني الحر وهذا الشي غلط وهذا الشي نحن بينا هالسنة أنه قدي ولا ممكن هيدا تصير ونحن وحزب الله كل 8 أذار إيد واحدة كرمال نربح انتصار 14 أذار انسحب أيضا على حرمي الو اس جي في زحل والشمال بالإضافة إلى كليتي إدارة الشركات والصيدلة بعدما كانوا فازوا سابقا بكلية الحقوق في حين كان الفوز حليف قوى 8 أذار في كليات الاقتصاد والأداب والعلوم السياسية والعلوم والتغذية بالإضافة إلى فوز سابق في طب الأسنان